السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج ازايكم عاملين ايه ربكم بخير في الفيديو بتاع النهاردة بازن الله علمك ازاي تشيري الحماية من على ملف بحيس ان انت تقدر تعدل عليه او تنسخه او تطبع منه او تعمل تعديل لو حضرتك حاجة تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي تابع معي الفيديو للنعمل انا عندي ملف موجود على جهاز الكمبيوتر بتاعي هبدأ افتحه طبعا انا بشتغل ببرنامج اسم والبرنامج ده قوي جدا في التعديل على ملفات لو انا ورحت عند خانة كمان كده عشان ابدأ اعمل عملية تعديل على ملف هلاحظ ان كل خانة مقفولة يعني معنى كده ان الملف ده محمي بباسورد لو رحت عند اللي هي الحماية وضغطت على الباسورد هيبدأ يطلب مني دخل الباسورد بتاع الملف يعني معنى كده ان الملف ده محمي وانا مش هقدر لا عدل فيه ولا اغير منه ولا انسخ منه ولا اقدر حتى اطبعه طيب ايه الحل في الملف ده حل انا هقفل الملف تمام كده وبعد كده اجي اف على الملف واعمل عليه كليل كنين واختار فتح باستخدام وبعد كده اختار اللي هو اي متصفح موجود عندك وانا افترض اللي هو متصفح ميكروسوفت اتش هبدأ افتح اللي هو المتصفح بتاعي وانتظر لحديث ما يحمل الملف. زي ما حدرك شايف كده الملف تم تحميله. طب وبعدين هعمل ايه? كل اللي انا هعمله هضغط على التلات مقط اللي موجودين فوق على الشمال. تمام? وبعد كده انزل عند حاجة اسمها طباعة. اختار كأنني هطبع الملف. تمام? ساعة ما يفتح مع حضرتك هيفتح بالسورة دي. طبعا انا عشان عملت الموضوع بكده ففتح عندي على طول بتنسيق بديف. لكن حضرتك في ساعة ما يفتح هتلاقي اختار ليك الطبعة الافتراضية اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر بتاعك. طبعا انا مش عايز اضبعه. انا عايز اشير الحماية. فابدأ اضغط على استعمل المنسادل ده. تمام كده? واطلع لفوق واختار حاجة اسمها الحفز بتنسيق بديف. تمام? وبعد كده انزل على اللي هو حفز للملف. هيبدأ يفتح معي جهاز الكمبيوتر بتاعي. هابدأ اسمي الملف مسلا باي اسم ونفترض ان انا هسميه اربع وحايد. واضغط على سيف. تمام? وانتظر لحديثني يتم حفز الملف. هابدأ اقفل المتصفح بتاعي. تمام? هلاقي ان انا عندي عندي ملف تاني باسم اللي هو اربع وحايد. هابدأ افتح الملف ده. ونشوف الفرق. هروح على خانة هتلاحظ حضرتك ان خانة تم تفعيلها بالكامل. لو رحت عند الحماية وضغط هلاقي ان اصبح الملف مش موجود لي باسور. طب لو حبيت ان انا اعدل على ملف كل اللي هتعمله. اه اتقف على اللي هي ايدت. تاخد طبعا انا عامل الفيديو على القناة بتاعتي ازاي تعدل على ملفات البديف باستخدام برنامج واكس ان شاء الله هترك لك الرابط بتاع الفيديو في صندوق الوصف. هابدأ اقف على اي حاجة انا عايزة واضغط على زي محرك شايف كده قدرت ان انا احذف الصورة اللي كانت موجودة. لو حابب ان انا احذف اي صورة تانية. هضغط. هتبدأ حضرتك تهزف. طب لو حبيت ان انت تتعامل مع النصوص. كل ان انت تعمله هتقف على النصر. وبعد ان تقف على النصر تحاول ان ان انت تزلله. تمام كده شايف حضرتك انا اصبحت ان انا متحكم في النصر. ممكن اشيله فوق انا ازداله تحت. زي ان حضرتك اجيب ويمين اجيب وشمال. انا حر في المكان اللي انا عايزه. طيب لو انا حديت ان انا امسح النصر هتظلل النصر وتعمل له باكس باسم اللي في المفاديح هتلاقي النصر اختفى. وممكن بقى تكتب اي نصر انت حبه. اللي هنيني في الفيديو دوت ان انا قدرت ان انا اشيل الحماية اللي كانت موجودة على الملف. لو رجعت للملف القديم هفتحه. هوريا لحضرتك. ندخل برضو كده على خانة الزي ما هارك شايف كده الخانة مقفولة. لو رحت على الحماية هتلاقي بيطلب مني الباسورد. ده الفرق بين الملف الجديد والملف القديم. طبعا زي ما حضرتك شايف كده ادفت ان انا احذف الحماية اللي كانت موجودة على الملف. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى. لو انت استفدت منه وتعلمك شيء جديد. ما تنسناش طبعا لايك والشير والشورة في القناة عشان ما صلك منا يكون بديد. واستلام عليكم ورحمة الله وبركاته.